صارت ليك علاقة صداقة ستمرت لبعض تصوير الفيلم بعد فيلم تشلو سامر إسماعيل يعرف جيرمي آيرونز على المطبخ السوري طبعا عندي فضل وجهود معاليم مستشار تركي على الشيخ شو اسميك ناصر متل ما الناس ايك بعد عرض فيلم تشلو طلعوا نادوك ناصر ولا بتفضل اسمك الحقيقي اسمي الحقيقي سامر طبعا 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 منبصلت لما العالم تنادير باسم الشخصية يعني معاتا انه شخصيك شوي اثرت وعملت نجاح بس طبعا بالنهاية يعني باللقاءات وبالحياة انه خلاص انا ساعد فشخصية ناصر عم تحصد نجاح كبير من شهد تقريبا مع بدى عرض فيلم تشلو في الصالات فبإجمالي عدد تذاكر وصل الى اكتر من 53103 وهي الثاني اكبر افتتاحية فيلم رعب في تاريخ السينما السعودية وبعده تشلو لليوم عم بيتصدر شباك التذاكر بالكثير من الصالات كما هو انه اول فيلم عربي بيتم عرضه في اكثر من الف شاشة سينما في امريكا وعلى السوشل ميديا الموضوع ما بيختلف كمان فالجمهور بيعبر عن اعجابه الكبير بهالعمل بشكل واضح خاصة من خلال منصة اكس تطوير عم بيشغلك انك تعرف الفيدباك تبع الفيلم؟ يعني لا حد كبير ايه والله يعني عم نشتغل هلأ بمسلسل بتركيا فتقريبا ناخد كل الوقت فا ايه بيشغلنا والله وقصة هالفيلم والسيناريو من تأليف معالي المستشار تركي قال الشيخ اللي قدر يجمع نجوم من مختلف اقطاب العالم العربي والغربي بعمل واحد على مستوى عالي من ناحية التقنيات التصوير والاحداث اللي بتدور بإطار من الرعب هي تجربة اقل ما يقال عنا ان هي نقلة نوعية وقفزة بتاريخ الدراما العربية طبعا بفضل وجهود معالي المستشار تركي قال الشيخ اللي اعطاه الفرصة للي ولا جميعنا نحن الممثلين المشاركين بالفيلم من الممثلين سعوديين وسوريين ومن كل الخليج حتى العالميين انه نحن نكون جزء من اول فيلم عربي يعني بنعمل على مستوى افلام هوليوود الرهب انجاز عظيم وفخر كتير كبير اني كنت فيها لهاي التجربة وقفت فيها يعني اول شي بمصد معالي المستشار طبعا وتانيا مع العمالي قال اللي كانوا موجودين بالفيلم من كان الممثلين العالميين ومن العالم العربي سعاد غسامة صعود ولا مدعم سعاد العبدالله بدأثلك عن لقائك بنجوم العالميين كيف كان اللقاء معنا؟ حقيقة يعني شي عظيم جدا شي بيفرح القلب كتير بنفس الوقت بتخاف يعني هي في الى هيك رهبة ووهرة بس تلاقيهم بس كان جميل جدا واريح ببتير ما تخيلنا يعني والعلاقة ما كانت بس انصت صار في حديث بينها تكون هيك بالكواليس يعني صحبي مثل مثل زملائك الممثلين؟ طبعا طبعا وحتى يعني صار فيك علاقة صداقة استمرت لبعض تصوير الفيلم يعني طبعا بلا هلنا نتواصل معه جريمي ايرونز طلعنا هو وزوج توت عشينا أخذته على مطعم سوري وحبه الأكل كتير والله ما شو طعميتهم؟ يبرأ طارع له باليبرأ مثلا ايضا وغير النجوم العالميين يبدو انه سامر كان سعيد كتير بثنائيته مع الهام علي صررت جدا بهاي التجربة وسعيد جدا لإلهام للنجاح اللي عم تحققه يعني بكل الأعمال اللي عم تساوية لأنه إلهام للممثلات المجتهدات جدا وجدبيات جدا جدا بأسناء العمل من أول يوم من بروفات الطاورة والقراءة وهيك يعني كيف تعاملت مع الموضوع جديدة التزامة مبادرة عند روح مبادرة كتير عالي فعمل هيك أضاف العمل وأضاف لي أنا حتى لأنه تعرف أنت يعني شريك معك بالشغل كتير شي مهم فإذا ما كنا عم تيعطي قدمعم ياخد يعني بيبين بقلب الشغل ومثل ما عنوانه بيدل هالفيلم ما بيخلى من الموسيقى والعزف وهذه كانت مهمة سامر اللي هو عازف تشلو اللي بيقوب بعزف مقطوعة موسيقية ملعونة بتقلب له حياته الهادئة وبتهدد حياته وحياة عائلته ويمكن العزف والتمرينات كان أصعب شي واجهه سامر بالتصوير شو تحيط الضيات اللي واجهت بكواليس فيلم على المستشار تشلو؟ حقيقة البداية كانت مع التعامل مع عائلة تشلو مع العزف على تشلو كان بالنسبة لي يعني شي صعب حقيقة ان كنت بكتعمل دور يعني عازف تشلو بارع يعني مو انه اي عازف تشلو يعني هي القصة تتمحور حول انه هذا العازف هذا الموسيقي على مستوى جدا عالي من التمكن من نهاية الآلة لحتى تيجي دعوة لحتى يروح يعزف بجامعة بيطاليا فاخذ مني تقريبا تمرين شي أكتر من شهر لساعات طويلة يوميا مع موسيقيين عازفين تشلو كتير قوايا لحتى قدر بس عاطي لانه جزء كتير يبير من الفيلم يشوفه نحن هو عم يعزف والقصة الفيلم يعني كمان للناس اللي ما شافت الفيلم رح يكون فيها كتير موسيقى وكتير عازف على الآلة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة